اهلا من ايكم قراءة النهاردة من الشخص القادم في الطريق اليك وللحب وهي الزواج طاقة زمنية للفيديو مفتوحة من اي وقت بتسمعوا في القراءة. اه ازا كنتوا جديد في القناة من فضلكوا اشتركوا ويفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. وازا كنتوا بحاجة له قراءة خاصة او للتواصل لينكات ورابط التواصل موجودة في صندوق الوصف باليوتوب تحت الشاشة. اه هتختاروا بحرف اسمكو انتو حرف الاول اول تاني او الاخير من اسمكو. ونشوف مين الشخص القادم في الطريق اليك وللحب والزواج. هو الطاقة بتاعتكو دي يأمن انتو كاشخاص ممكن حطين حد معين في دماغكو. اه او حطين مواصفات معينة للشخص اللي انتو حابين ترتبطوا بيه وبتطوروا او بتسعوا ان انتو توصلوا للمواصفات دي او مش تقبلوا باي شخص او باي علاقة الا لو كانت مستوفية الشروط اللي انتو حطتوها اه او رسمتوها في اه في بالكو يعني بخصوص العلاقة او وخصوص الشخص ده. ام ممكن كاشخاص برضو ام زي مطلعين للحياة الجديدة او مطلعين لشغف تستشعروا به. ممكن تكونوا مريتوا بفترة من الشعور بفقدان الشغف في الحياة. فزي بتقولوا احنا عايزين نرجع للشغف بتاعنا مرة تانية. عايزين نسترد طاقة الشغف مرة تانية. اه وانتو موضوع الانجزاب الجسدي للشخص اللي انتو ممكن ترتبطوا به. دي حاجة مهمة عندكم. يعني بتقولوا اه مهم ان احنا نكون مرتاحين لشكل الشخص ده. راحته. طبيعة جسمه. معلمحه. تفاصيله. اه طريقته للاهتمام او للعناية بنفسه وبشرته كده. يعني في حاجات معينة ممكن تخليك وتحسوا بالقبول تجيها الشخص اللي قدامكو او بالنفور. فعشان كده. اما فعلا في حد انتو حطيني ان هي عليه. اما انه لا. انه فقط هي مواصفات انتو كاشخاص رسمينها. اه في بلك او في عقلكو. وبتسع ان انتو توصلوا او عايزين اه يعني يتحققوا المواصفات دي. طيب خلينا نشوف الشخص القادم اليكو. انتو ممكن تكونوا الاسد او بتحملوا الطاقة الهوائية. وبرضو ممكن تكونوا بورج اللقوس او السرطون. اوكي. الشخص القادم في طريق كل الحب وزوجه هو في الوقت الحالي يعتبر كتواصل او كعلاقة حقيقية بينك وبينه هي مش موجودة. فممكن البعض منكو تكونوا لسه ما قابلتوش الشخص ده. والبعض الاخر انتو جايز قابلتو. بس العلاقة بينكو هي مش واخدة الطابع رومانسي او الشكل الرومانسي. هي واخدة طابع التواصل الروحي بشكل عالي قوي. طابع التوافق الفكري. يعني بينكو افكار مشتركة قادرين تتنغموا مع بعض في الفكرة في العقل في وجهات النظر. اه وانتو اللي اتنين تقريبا مريتوا بنفس الم الفراء او الوجع من العلاقات قبل كده. يعني لو الشخص ده خرج من علاقة وتعبته او استنزفته. فعلى الاكتر انت كمان هتكون كنت اه في علاقة بنفس الطريقة تعبتك او استنزفتك بشكل او باخر. اه الشخص ده هم من الاشخاص اللي امارهم المادية قوية او وضعهم المادي قوي. اه ممكن يكون عنده استثمار او مشروع او بزنس خاص به. اه.